السلام عليكم سيدنا ردي أسأل بالنسبة لصلاة الرحم أنا أختي الكبيرة الوحيدة حيل الذتني وحيل حاقدة علي وكل ما أحاول أتجاهل حقدها وأقول ما يصير وأحاول أتواصل إياها ترجع تظهر حقدها حتى لابنها الظاهر هي أيضا تظهر الحقد لابنها حسب ادعاء لأختي المرسلة اتعلمها هيج شي أنا بهيج حالة شنو أسوي من لسانها صرت حتى ما أريد أشوفها ولا أتواصل إياها إذا عندي شغلة يمهى أتصل على زوجها معاليها انصحني سيدنا ما أدري إذا كانت المرسلة أو إذا كان المرسل هو الأخ الأخر تفضلوا سيدنا شوفوا في الواقع المشاكل الأسرية مشاكل بين الناس هذه مشاكل قائمة يعني ماكوا شخصين يتفقان في كل شيء ويختلفان على حال وهذا الاختلاف أمر طبيعي ولكن أن تصل حالة بين أختين حالة الكراهية يعني وتكره أختها وتحاول أنه السفه فيها والسقط فيها وتهينها هذا خلاف الرحمة وخلاف العاطفة ولكن مهما كان الآن الأخت تسأل شنو اللي أسوي أقول له بابا أنت سوي اللي عليك شنو اللي عليك سيد اللي عليك أنه تتواصلين معاها ولو برسالة سلام عليكم بس ما يحتاج ترحيلها من ترحيلها راح أسمعك كلامو زين من ترحيلها راح أتهينك ماكوا داعي رسالة سلام عليكم جاوبتك أهلا وسلام ما جاوبت أنت بسوي اللي عليك فأنا أكررت دائما أنه سالة الرحم ما يعني أنه أروح أزوره وأقعد وساعة وساعتين لا سالة الرحم يمكن باتصال تليفوني هاي الآن دق عليها شالت تليفون شالت ما شالت خلص أنت مأجورة أنت مأجورة يزدق عليك يزدق عليك أنها وصلت رحمها والإمام يقول صل من قطعك وأنت وصلت من قطعك جيد